اشتركوا في القناة مسائل الملفقة يعني يعني هو جواب مزيان يعني وبيين بانه فينا تلفقات وممكن ليش نقول اكتر من ذلك لان تحقيق باقي تحقيق باقي سري وتسمحوا لي ما يمكنش ما يمكنش دابا ندوي لكم على الرسالة نسي وهذه المناسبة بغي ندد هذك الشرطة اللي تعدى عليها واضرب لي العين ديالي وراني غادي نتاخذ الإجراءات اللازمة في حقه همسي غادي نشوف ندبا مع المحامين كنتشاوروا باش نديروا باش نديروا هذا زفزافي بالنسبة لي هو كحد أعضاء هاي الدفاع زفزافي كعادتي هو يعني عنده واحد واحد القتناع بنفسه وانا بنسبة لي معنويات تظل مرتفعة بلو دوغغي ديالي أنا بالدرجة ديال القياس ديالي أنا ربما بالمقارنة مع قبل يمكن تكون الى حد دين ما أقل ولكن أنا شخصيا أنا شخصيا لمست على أن كينا معنويات مرتفعة ربما كينا تعب لانا منسوش تأثير وديال الرسالة وديال البلاغ ديال منذوبية ديال إدارة السجون أنا كان علي تأثير وكذلك البحث اللي عودتني الدر معا من طرف من قبل الفرقة الوطنية اللي كانت استدعاته ونقل من السجن الى الفرقة طبعا هذا كله تعب نفسي وتعب جسدي اللي أكيد سينعكس ولكن لا أظن يعني على مستوى بالنسبة المعنويات بأنها ضعيفة أو مستهورة لا أظن ما عديش نفيدكم بزاف لأنه تحقيق مازال مسالش ولكن على كل حاليوم السيد ناصر زفزافي عرى واحد المجموعة ديالأشياء اللي كانت وراء الحراك ديالحسيمة واللي في الواقع عراكة تورط أشخاص آخرين وكتبر ساكنة تريف ما نقدرش نقولك عدرا لأنه ممكن ناس مسؤولين ناس اللي نتفض ضدهم الملك إذا كانت سرية تحقيق كتمنعنا نقوله ماذا راجع داخل القاعة واللي هي أشياء جد خطيرة تثبت كلها المؤامرة اللي كتقوم بها لو بالفساد ضد هاد النس هادو ولكن ما كمنعش أننا الملتمسات اللي قدمناها اخنا نخبروكم بيها أول ملتمس هو استدعاء سبعا ديال المسؤولين باش يحضروا كشهود براءة ديال هاد الناس وكمتورن أولا أولا عبدالإله بن كيران بصفته رئيس الحكومة الذي أقيم في مرحلته مشروع طنجة الحسيمة منارة المتوسط واللي أكدوا كافة المعتقلين كافة المعتقلين أن أساس خروجهم كان من أجل فضخ هاد المفسدين اللي أعطت مشاريع غير قبيل الإنجاز للملك ثاني مسألة هي إلياس العمري بصفته رئيسا للجهة واللي أكدوا كافة المعتقلين أن حزب الأصالة والمعاصرة لا يمكن أن يكون نهائيا جزء من الحل بل أن كافة منتخبه متورطون في ملفات فساد كبرى لا يمكننا أن نقول هذا ثالث شخصية هو والي ولاية تطوانطنجة على ممارسته رابع شخصية هو الضابط عصم البوزيدي الشيخي لا هذو طلبات وكذلك بعد المسؤولين تطوانطنجة تطوانطنجة تطوانطنجة